السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طاهرة وزيد ودي يونيت 5 لتانياء ثانوي 2022 من كتاب جاينت العمالقة الفيديو ده هيكون متقسم على جزئين جزء الكلمات وجزء الجرامر طيب بالنسبة لجزء الجرامر احنا ممكن نشرحه الأول وبعد كده نبقى نحله لو انت حابب ان احنا نشرحه كتب لنا في الكومنت نشرح الجرامر قبل ما نحله ولا لا نبدأ في الكلمات number one the adjective unclear مش واضح الصفة لمعنىها مش واضح can be the opposite to adjective طيب كلمة مش واضح ممكن تكون عكس كلمة ايه طيب ما هي كلمة مش واضح عكسها واضح طيب هي واضح ان هي واحدة فيهم بقى واضح يعني obvious يعني واضح the adjective الصفة trustworthy يعني جدير بالثقة is a synonym مراضف للصفة اللي هي ايه بقى طيب مش trust worthy يعني جدير بالثقة طيب خلاص هي بقى بتسوي كلمة reliable يعني موثوق به لان هي بتسويها في المعنى the verb reject reject يعني يرفض can be the opposite to the verb ممكن تكون العكس تاع الفعل طيب عكس reject adapt يرفض الشيء يتأخلم مع الشيء the verb او the verb number four the verb upgrade ان انت تعمل تطوير او تطور is a synonym المراضف بتاعها ايه او المراضف بتاعها promote برضو يرقي ويطور الشيء نفسه تمام number five you should not spending hours reading unhelpful websites يعني المواقع المش مفيدة يبقى لازم تتجنب قضاء هذه الايه السعاء يبقى avoid avoid يعني يتجنب عشان موقع غير مفيدة number six you should be careful enough to use خليك حريص بما يكفي ان انت تستخدم untruthful websites لا unknown غير معروفة ورضو لا tricky يعني برضو مخادعة لا طب خلينا reliable websites يعني خليك حريص واستخدم الايه الـ reliable websites لو كانت not to use وما تستخدمش يبقى استخدم اي واحدة من الايه من التلاتة دول لكنها استخدم يبقى استخدم الـ reliable number seven I must not my doctor I feel chest pain يعني اشعر بقلم chest يعني في الصدر خلاص انا لازم I must consult consult يعني استشير insist يعني يصر result نتيجة insult طيحين مشين فعو خادوس I need to not my antivirus to be fully protected عشان ابقى محمي تماما انا محتاج اعمليه في antivirus بتاعي update update يعني احدسه هل هو سهل جدا ان انت تعمل upload videos to عشان to لو كانت download دي بقى from تمام طيب number ten upload طبعا احنا فين يرفع لكن download يعني ينزل download عايزة from انت تعمل انا مأبلود عايزة to number ten not our small pieces of information يعني معلومات بس قليلة جدا which till بتقول للمواقع where we have been online and what we were looking at اه دي بقى بتبقى اسمها cookies cookies ديت بقى هي الحاجات اللي بتخليك بتاخد كل المعلومات بتاعتك وتبعتها لل وتقوله ده بيتفرج على كذا بيروحوا كذا مكانوا كذا بتسرق كل معلوماتك علشان يجبوا لك اعلانات اكتر ويكسبوا منك اكتر دي اسمها ملفات تعريف الارتباط بالانترنت اسمها cookies number eleven companies not things you are interested in اللي انت محتام بيها so that they can increase sales online علشان يزودوا المبيعات على النت يبقى كد بيعلنوا عليها علشان يزودوا الاعلانات يبقى advertise number twelve surprisingly بقى بشكل مفاجئ she turned her back on me يعني من اخر كده طنبشتني اه كبر الدمخة مني this means that she not me بهي ignored me تجاهلتني honestly صدقا او بأمالة i loved the little child انا حبيت الولد الصغير the moment يعني لحظة ما عناية واعت عليه طب ايه المصطلح ده بص كده باشي معايا clap clap او lay او set eyes on somebody او something معناها عناية واعت عليه فتنفع من ضمن الحاجات set set eyes on ادى المصطلح اللي هنعايزين set eyes on somebody or something طب اديني مسال يالله i hope i will never set eyes on this place again اتمنى مشوفش المكندتين يبقى دي كلمة set شيء عين يعني on شخص او ايه او مكان ماشي همستر نرجع اللي كنا في اذن هي اكيد هنا تبقى set eyes on معناها تقع عينه على شيء you should not have the text انت المفروض تعمل ايه في النص text يعني نص first يعني اولا to get the main idea of the passage عشان تجيب الفكرة الرئيسية من ايه من القطعة بتاعت الفهم اللي احنا بنحلها في الامتحان من القطعة طيب يبقى يجب ان انت تتفحصها سريعا او قراءة سريعة القراءة السريعة scheme قراءة بسرعة كده عشان تعرف كل التفاصيل ولكن scan هي القراءة بتعمعهم بقى تفحيص وتدقيق it's a good idea to put a nice picture of yourself in your فكرة كويسة انت تتحط صورة كويسة لك او حلوة لك على الايه على البروفيل البروفيل يعني الملف الشخصي بتاعك البروفيل number sixteen bullying a classmate ان التنمر على صديق من اصدقاء الفصل is really not behavior and should be punished يبقى سلوك ايه ويجب ان يتم معاقبته يبقى سلوك مين وضيع وسيء للغاية number seventeen you have to be not when using social media if you want to enjoy it safely لو عايز تستمتع بيها بامان على social media يجب ان انت to be ايه بقى when using social media to be sensible sensible يعني عاقل وحكيم ما تعملش الحاجات الرابط المشكوك فيها تدخلش مواقع مش مضمونة يبقى ده sensible عاقل وحكيم انما sensitive يعني حساس skillless مهمة aimless بلا هدف number eighteen our team not that victory because our team not that victory because of the excellent tactics they had followed بسبب التكتيكات بقى والأفكار بقى والخطط اللي هم اتبعوها و victory يعني النصر يبقى فارقنا استحق النصر يعني استحق deserved يعني عشان عامل بقى تكتيكات بقى وأفكار بقى وخططنا وهزمنا الجزائر طيب number ninety you should know of the text for specific information to be able to بدم specific information يعني معلومات محددة ومخصصة خلاص to be able to answer the questions well يبقى مش مش سكم بسرعة لا احنا هزين نسكن بقى في الحالة دي عشان تتفحص بدقة number twenty have you seen that there are six thousand not of my brother's blog طيب يبقى في six thousand يبقى followers يعني متابعين على البلغ المدونة الإلكترونية بتاعت أخويا number twenty one they have just not the timetable اللي هو الجدول اللي بتاع المواعيد so we know these train times أو قات التدريب دية are correct يبقى لسه هم عملين لها تحديث يعني updated يعني حدسوها twenty two I wanted to number twenty two I wanted a more casual jacket أنا كنت عاوز أو I wanted a more casual jacket يعني jacket casual شوية that one's a bit that one is a bit يعني اللي قدامي دا إلى حد ما إيه يبقى إلى حد ما smart تمام أنا مش عايز أنا عايز واحد casual مش عايز واحد smart كيد حضرتك عرف الفئرما بين casual smart Philips number twenty three it might take a while for this two مربما اخد شوية كده علشان نرفع الحاجة دي صحابك في America هيستمتع به كتير خلاص يحنا نرفع نرفع يبقى الجملة كده هيستمتع به هناك twenty four this software is for free so you cannot it from the internet خلاص إبقى تعرف تعملو دا واللود من الانترنت عشان software دا ببلاش مجاني free number twenty five the note of your good education will appear in your behavior يبقى التأثير بتاع good education تأثير يعني ايه effective اللي هي بال e نعم effective دا الفعل effective فعال effectively بفعالية اللي هو الحال twenty six we usually ask interviewees يعني غالبا ما احنا بنسأل الانترviewees دي يعني الناس اللي بيتم المحاورة معهم to perform انهما يؤدوا a few simple نقط on the computer يبقى الناس اللي بيقدموا مثلا أو بيعملوا interview بنسألهم أو بنطلب منهم بنعملوا مهمات بسيطة على الكمبيوتر يبقى tasks يعني مهام number twenty seven we always keep our records up to date اكيد يعني دائما بنخلي السجلات بتاعتنا حديثة number twenty eight a great deal of effort has gone into making the software number twenty eight a great deal of effort يعني مجهود كبير جدا has gone into making the software يعني تم بذده لجعل الsoftware يعني التطبيق أو البرنامج دا أو نظام التشغيل حتى يجعله يبقى reliable يعني موثوق به يعتمد عليه number twenty nine do you have a version of the system يبقى عايز نسخة أو إصدار محدث من النظام يبقى updated محدث لما تحديثه number thirty I want to not data to the computer network storage from my office computer يبقى إلى الكمبيوتر بتاع يبقى to upload يعني نرفع شوية معلومات أو بيانات إلى الكمبيوتر storage network يعني شبكة التغزين بتاعت الكمبيوتر بتاعتي اللي موجود مثلا في الشركة أو الحاجة من المكتب بتاع من الكمبيوتر المكتب بتاع number thirty one experts revealed يعني كشفوا أو كشف عن يعني الخبراء اللي هو الديهان أو الديهان طيب يعني تزوير أو ممكن هنا الديهان أصدو بها اللي هو اللوحة اللوحة الفنية يعني كانت مزورة يعني يعني عادات الناس بتاعت التصويت في الانتخابات يعني يتم التأثير عليها بواسطة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية طيب عايزين بعدها التصويت التالي طيب مفيش اصلا خلاص يبقى انفلوينسد وخلاص يتم التأثير عليها نمبر ثريتي 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 إف ديزيز إز اللاو تو نقط طيب هو الديزيز زي يعني المرض بياخد اي بياخد سبريد يعني ينشر المرض نمبر ثريتي فور يو ويل نيد بروف اف ايدنتي يعني دليل الهوية او يعني البطاعة بتاعة تكتبة معك يعني عشان تسجل طب تسجل اسمك فيه اسمها يعني تسجل اسمك في حاجة زي نمبر ثريتي فايف طيب سوف يأخذ منك او يسبب عصدي يعني هائل يعني ممكن يكون ثورة تغيير كبير تغيير شامل تغيير يعني عشان تعمل نظام كمبيوتر جديد يعني صد طبيعي لازم العمام بتاعتنا كده نمبر ثيرتي سيكس رد كروس ايه كروس ده كروس اللي هو الصليب يعني الصليب الحمر الصليب الحمر ده بص معاك كده بشا الصليب الحمر ده عبارة عن هيئة مؤسسة منظمة غير ربحية شغلها تعمل اسعاف وممكن تكون شوفت العربية الاسعاف دي يعني الصليب الحمر طبعا احنا عندنا في الدولة العربية والاسلامية مش بسماء الصليب الحمر او الهلال الحمر فعادي الهلال الحمر الصليب الحمر هما نفس المؤسسة بالزد بس بيغيروا شعارهم بس ساعة في دولة يعني مسلا عندنا الهلال الحمر المصري مسلا الهلال الحمر السعودي الهلال الحمر وهكذا فاهمني فدي مؤسسات خيرية بتعمل خير او مؤسسات غير ربحية يبقى ريد كريس عادي جدا طيب يبقى ده لها يقول لك الصليب الأحمر تم رسمه on each side of the vehicle يعني المركبة زي عربية للسعاف اللي احنا عملنا هذه جبنا صورتها يبقى the vehicle اللي هي المركبة العربة اللي هي ambulance يعني تمام يبقى عايزين الرمز ايه الرمز بقى اسمه symbol symbol يعني الرمز 37 His casual knot was holy inappropriate holy يعني بالكامل تماما inappropriate يعني غير لائق وغير صحيح وكان خطأ وقلت أدب for such a formal occasion في مثل هذه المناسبات الرسمية يبقى His casual behavior behavior يعني السلوك سلوك و casual ده يعني زي ما تقول ايه عمي كده وشعب شورعي كده يعني مش رسمي رسمي غير casual خلص ده يعني casual عكس رسمي ما كان شيء لا أقوى مناسب وصحيح في هذه المناسبة الرسمية number 38 If the pain persists يعني لو الألم استمر نقط a doctor طيب لازم تستشير دكتور يبقى consult يبقى هنا مش معناها يصر لا هنا معناها يستمر number 39 I don't want to go tonight but I can't think up a good أنا مش عارف روح النهارده الدرس لأيه بس أنا عايز ايه يوم مش درس انا بس بتخيل ايه من الطلبة الجمال لك انا مش عارف انا ارحق باي يعني اقول المصر ايه الدين بتشتي مسلا مش بتشتي طيب جاو كان ثلوغ لا برضو بس أنا عايز ايه ايه مش مش لقيعه ازر كويس ها اقول ايه خالتي بتعجن مسلا امي كانت بتصبر فكنت بخسر عليها بنت عمدي كانت بتولد انا مالي لو انت عايز تكتب اكسرع على الكمبيوتر او على الكمبيوتر يو يو تستول this app يعني التطبيق بيعلمك ازاي تكتب أسرع تطبيق يعني application بايدي يعني فطير وتنفاش اصلا وده app مش تبع او app خالص number 41 he is now not 100th in world tennis يبقى تم تحديده طيب يبقى marked ولا ranked لأ ranked يعني تم تصنيفه number 42 he is not very clearly evident يعني واضحة تماما in the heavy dust يبقى صار اقدام اسمها يبقى اسمها يعني author الاقدام يعني النسخة بتاعت الفيلم اللي عملوها من الرواية يبقى النسخة والاصدار عملوا مثلا الرواية زي مثلا رواية مثلا مثلا عملوها فيلم فده كانت رواية حلوة جدا لما عملوها فيلم في ناس انتقضوا كتير وقالوا مش حلوة انا واحد بينهم لا اي حلوة بس مش قوي الرواية احلب كتير يعني النسخة اللي من الرواية يعني طلقت او استلمت زي مثلا رواية موراق الطبيعة لما عملوها مثلا مسلسل لا ده لقيت الكسير من في ناس حبوها جدا في ناس اللي اروها وحبوها لقالوا لا ده مش شبه الرواية انتو مش جايبينها بالزبط طيب رقم وخصصا العساس ربنا هديك ولا عساسنا رقم 44 الحدثة يبقى الحدثة بتبرز اهمية الحاجة للاجراءات السلامة الصحة الجديدة يبقى يعني تبرز اهمية الشيء يعني يرتفع من نفسه ما ينفعش يجي بعدها مفعول به لا ده ارتفاعات ما ينفعش 45 they are keen not of their local football team يبقى followers followers يعني متابعين بيحبو ويشجعو لكن companions يعني رفقاء زملاء flows يعني انساب ايه العرق ديها هو ليس لم يكن له ايه سابق خالص of managing يعني ادارة افار مزرعة يبقى ما عندوش خبرة سابقة يبقى ما عندوش يعني خبرة مش بتتعد عايز التجربة علمية لان يعني الباحث العلمي علشان يختبر النظرية يعني النظرية 48 fighting in Vietnam الحرب او القتال اللي كان في Vietnam was Vietnam يعني was a knot that would haunt him يعني for the job يبقى عندو experience عندو experiences experience بس يعني عندو خبرة والخبرة لا تعد من فعش اقولها experiences number fifty listen to your teacher اسمع كلام مدرسك carefully and take not all the points he explains take down يعني يدون اكتب كل حاجة هو بيشرحها ومش بيشرح الكلام ده لنفسه صح صح كده احنا خلاص دقني عن تحريات fifty one I put a knot in the paper to sell my bike but I haven't had any takers انا حطت ايه يبدأ اعلان بس اعلان اعلان تقاري مش اعلان خبري مجرد نعلوم وخلاص لكن ده اعلان تقاري بغرض البيع والربح number fifty two teachers show students how to not research online طب اسمها make research لا do research يقوم بعمل بحس online على النت number fifty three we had a small lot about اي هدية عيد الميلاد عشان نشتر لي صاحبنا يعني عادنا نتخانق مع بعض او نختلف مع بعض هات لو دي نجيب له كسملح ونجيب له صابون كفاية حاجة دائما number fifty four my friend makes lots of spelling mistakes يعني صديقي بيعمل كسير من يعني اخطاء يكتب الحرف غلط يعني بيناقص حرف كتب حرف غلط الكتابة in his messages يعني فرسيله he is very يبقى شخص مهمل يبقى careless مش number fifty five the instructions were badly written ان الاوامر والتعليمات كانت مكتوبة بس بشكل سيء and unhelpful ومش مفيدة خالص number fifty six يعني حفلة سارة was the not event طب event اسم نايز أبلها صفة يعني حدث اجتماعي بتاع الساندية اللي هي جمعت فيها أموال طب الرعاة raise money يعني يعني يجمع مال طب الرعاة ليه ليه للفقراء number fifty seven the state has endowed يعني وهبت three institutes معاهد أو مؤسسات للبحث يعني to do not for industry يعني كده هتعمل research for industry يعني هتعمل بحث من أجل الصناعة يعني بحث علمي عشان يطوروا الصناعة مثلا حاجة ذاكرة فندق صغير كده يعني بعيد عن الميدان الرئيسي يبقى جينيس عبقري لا intelligent ذاكي برضو لا stupid اي علاقة stupid بالموضوع طب smart smart هنا معنى ذاكي ممكن يكون معنى أنيق كمان يبقى فندق أنيق جميل number fifty nine the amount of time and money being spent on not this disease is pitiful طيب يبقى إن الكمية الفلوس والوقت اللي بتتصرف على on not this disease يبقى على searching لا researching البحث العلمي عن هذا الذي اللي هو المرض يكون أمر أمر يرثى له مثير للشفقة يعني numbers لها كلمة pitiful يرثى له أو مثير للشفقة number sixty she looked for another job to earn some أكيد to earn some إضافي مال إضافي يبقى extra extra money مال إضافي طيب number sixty one the long war had drained يعني جففت نشفت استنزفت لو عايزها معنوية يعني the amount of both countries يبقى استنزفت موارد كلا البلدين يعني موارد resources number sixty two this not has raised money يعني many important issues يبقى الإهدى raised يعني أثار العديد من القضايا الهامة يبقى this discussion هذه المناقشة تمام number sixty three number sixty number sixty our office is not in the city center يبقى is located يعني موقعه في city center في وسط البلد number sixty four the event was not by several local businesses يبقى إن الحدث was sponsored sponsored يعني تم رعايته بواسطة الكثير من الشركات بقى هنا لما تتجمع يبقى شركات محلية عديدة يبقى شركات محلية عديدة sponsored يعني تم رعايته صرفوا عليه يعني عشان يعملوا إعلانات sixty five some of the children بعض الأطفال ما لهم يا مستر have not learning difficulties يبقى have specific يعني specific يعني محدد وخاص تمام بس ما تقولش private private يعني كل واحد شخص ووحده لا specific يعني محدد وخاص sixty six he not a bit depressed depressed يعني مكتئب about his work situation يعني موقفه في الشغل يبقى he seemed seemed يعني بدأ يعني كان يبدو عليه الأمر number sixty seven he did not appear لم يبدو to be not of the difficulties الصعوب أو المشاكل that lay ahead والتي تقبع أمامه في المستقبل he was so mad هو كان غضبا جدا يبقى he appeared to to be طب بدأ غضبا جدا يبقى هو sensitive حساس خايف من the difficulties اللي موجودة قدامه في المستقبل نعم sensitive يعني عقل حكيم هيتوكل الله بقى ويسيبها لها رب يدبرها تأكّر على الله بسم الله sixty eight this dictionary not both British and American spelling of the words يعني بيذكر American والBritish بتاع الكلمة يبقى includes includes يعني يحتوي على شيء بداخله includes طيب ما في sixty eight يا مستر ممكن نقول contain contain يعني يحتوي على شيء بداخله برضو لا معناها انه contain يعني يحتوي على شيء بداخله ولكن ليس منه يعني يعني عارف كده في حاجة اسمها container 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 ده الحاجة اللي بتحط على السفن عشان نشيل فيها الحاجات من جوه تمام فالcontainer ده عبارة عن علبة مثلا او كيس بحط او اي اي حاجة بحط جواها الاشياء يبقى عبارة عن حافظة او شيء بندخل جوه الحاجة نعم يعني يشمل او يتضمن شيء من جوه نفسه يعني ايه يعني الحاجات اللي هي دي جزء اصلا من لو انت جبت مثلا صفحة من الكلمات دي وقاط اعطها يبقى انت كده هتنقص من صح يبقى ده يعني واحد منهم انت واحد منهم يعني مسلا اقول لك دولة تانية سنوية او تانية سنوية مثلا تمام يبقى من ضمنهم عالي لو احنا لقدر الله كرشنا عالي من المجموعة طيب تمام بكده نقص واحد لكن معناها ان الفصل يحتوي على مسلا عشرين طالب طيب ولو طلعنا العشرين طالب برا الفصل عشان نكنس مسلا حاجة زي كده طيب هل الفصل نفسه هينقص لا الفصل عبارة عن حيطان والمكان نفسه المكان نفسه مش هينقص انت اللي بتدخل جوه المكان وبتطلع من المكان يبقى لو الحاجة جواه زي مسلا علبة مسلا بحطي فيها مسلا سي مسلا شوية رز مسلا في علبة فالرز الكلام ده اسم يحتوي على شيء بداخله عندما لما انا مسلا عندي عشرين كراسة فتقول لي فين كراست يا مصر فاقول له كراستك واحدة من العشرين دولت فلما ياخد كراسته هينقصه هيبقى كام هيبقى تسعة عشر فدي كلمة يعني يتضمن ويشمل على شيء بداخله وده جزء منه مش مجرد ايه جوه وخلاص يا رب من كنو طوالنا على الفاضي وارب تكون فهمت او فهمتي التلفزيون او البرامج انا فاكرها او برامج التلفزيون بتاعت الاطفال يجب عليها ان هي يعني انها تكون ايه او تثير الفكر كده وتخلي العقل يتحرك يبقى تنترتين انها مجرد تسلي وخلاص يعني تعاوني مجهود تعاوني بواسطة كل الاطفال يعني العرض التوضيحي يعني العرض التقديمي اللي هما قدموا ده يعني يشتكي السجناء that they are subjected to هما عرضة لي معناها عرضة لي to mini pity pity اصلا معناها تايف هو ثانوي ومش مهم بس ديت معناها يعني قيود يبقى قيود تفه لا اكيد بتي هنا مش معناها تفه معناها ايه متزمتة متشددة ان هو ايه بيتشددوا عليهم خالص يبقى عايزين قوانين قوانين يعني rules يبقى قوانين متزمتة اوي ومتشددة اوي وقيود طيب you had no business reading my not انت مش شغلك ان انت تعمل الكلام ده انت مالك بتبص في الحاجة بتاعتي ليه my not letters يبقى private letters خطاباتي الشخصية only authorized personal ايه مستر الكلمة دي personal يعني هيئة شؤون العاملين او شؤون العاملين يعني الناس اللي شغالين في المكان authorized يعني مصرح لهم يبقى have access to يعني يمتلك صلاحية الوصول لنظام الكمبيوتر مثلا يبقى access ده معنى الوصول ده محور ما ينفع شيء خالص ده اضافي يعني يتعدى ويتجاوز يعني المتورطين في الموضوع الذين يشملهم هذا الموضوع يبقى تنشر هنا ينشر معلومات يبقى publish معلومات او في جرائد او كده يعني انما spread يعني ينشر شيء معناوي او معلومات او امراض spread knowledge المعرفة مثلا لكن هنا publish the names معناها تنشرها في الجرائد وفي الاعلان يعني privilege يعني عم وياسود للحرب مثلا والسلام وكده طانيش يا عاقب number 75 هو بيتخصص في الايه بتاعة العيلة يبقى انذا لو قلنا علم الفلك علم التنجيم لا علم الفلك طيب مش هيم فعملوش علاقة ايه علم فلك العيلة ده طيب علم البيئة ايه علم بيئة العيلة ده طيب علم الانسجة ان شاء الله تبقى تخضوا في طب كده ايه علاقته بالموضوع يبقى اكيد سوسيولوجي علم اجتماع الخاص بالعيلة ماشي علم الاجتماع number 76 imagine the humiliation يالهو علي الكلمة imagine the humiliation يعني ايه humiliation دي بقى يعني ازلال وايهانة of having to apologize ان انت تعتذر كده ايهانة او احصالش 77 يعني قارب مقلوب رأسا على العقب يعني متشقلب كان بيوفر ايه بقى shelter shelter يعني مأوى بس مأوى لايه ممكن معرفش مأوى لايه المهم shelter وخلاص يبقى كان في قارب مقلوب كده وشكلهم مستخب وتحت ايه بقى ما عرفش ايه بقى حيوانات بقى ولا مين ولا ايه كده نكون خلصنا كلمات unit 5 اشوفكم قريب جدا ان شاء الله في الشرح او في الحل او في كلاه هما بقى بتاعة unit 5 وبالتوفيق جميعا ربنا فانا شد نحيلكم يا شباب اشوفكم بخير جميعا سلام اشتركوا في القناة